اشتركوا في القناة تصبح كل منطقة تضاف للجغرافية المحررة مساحة حرية يتفيأ الاحرار ضلالها وكما ينطلقون منها لمواجهة الميليشيا التي تسببت بكل ما حل بالبلاد يرفعون اصواتهم بمنطق الحرية ذاته في وجه كل فساد حيث الفساد رديف للميليشيا في مضاعفة معاناة المواطنين وذلك ما تقوله جماهير تعز التي تواصل خروجها مؤكدة ادراكها بان معركتها كانت وستبقى مع الميليشيا الحوثية وان تلك الحقيقة لا تتعرض مع التصدي للفساد الذي تعد مواجهته من صلب المعركة الوطنية فالفاسد ايا كان انتماؤه الحزبي او المناطقي يظل فاسدا يفترض ان يكون اول الواقفين في وجهه من ينتمي اليهم لان الانتماء للوطن الكبير والانسانية الواسعة فوق الانتماءات الضيقة يرفع ابناء تعز اصواتهم بمختلف انتماءاتهم مطالبين بان تكتمل للمدينة التي تطهرت من الميليشيا معاني الدولة وخدمتها وان يتم تطهير سلك مؤسساتها من كل من يصب اداؤهم في مضاعفة معاناة المواطنين ويقدم فسادهم خدمة للحوثيين اسوأ اصابات الفساد والافساد هي اذا هتافات المحاصرين منذ سنوات من قبل ميليشيا الموت هتافات من يفتقدون اساسيات الحياة الهتافات التي توجب ان يتم الانتصار لتعز من ميليشيا الحصار وممن ماتت ضمائرهم فاستمروا وحل الفساد والعار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة